بيتوريا حسامها واختار 27 بطل في القائمة النهائية المنتخم مصر في كعس الأمم الأفضل اشتركوا في القناة البرتغالي روي فيتوريا مديل فن المنتخبنا اعلن القائمة الرسمية المشاركة في كعس الأمم الأفضل اللي هتصطدفها كود ديفور بداية من 13 يناير وكالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة دايما مع كل قائمة للمنتخب بتصحبها حالة جدل كبيرة داخد اللعب الفلاني واستبعد اللعب العلاني ده فلان كان لازم يروح المنتخب وفلان التاني أو غيره يعني كان لازم يبقى موجود ودي طبعا حالة صحية بالتأكيد ومنطقية لكن المهم بالنسبة لنا اننا مهما اختلفنا على الأسماء يبقى دائما منتخب مصر هو الأهم وفوق كل الأسماء 27 بطل رفعين على مصر ويرجعون لنا شايلين الكاس بس اقولوا يا رب موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أعلن روي بيتوريا المديل الفني البرتغالي المنتخبنا الوطني قائمة أبطال المنتخب اللي هتشارك في كأس الأمم الأفريقية 2023 في يناير خلاص يعني تقريبا بعد أسبوعين من الآن أول مباراة لمنتخبنا الوطني قائمة منتخب مصر اللي اختارها روي بيتوريا فيها في حراسة المرمى محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد أبو جبل محمد صبحي وفي خط الدفاع عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي علي جبر أحمد سامي محمد عبد المنع ومحمد أسامة جلال محمد حمدي وأحمد فتوح خط الوسط مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد النني محمود حمادة حمدي فتحي إمام عشور أحمد سيد زيزو محمد صواح مصطفى فتحي عمر مرموش محمود حسن ترزيجيه وفي الهجوم مصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا دي تشكيلة منتخبنا أو قائمة منتخبنا الوطني لكأس الأمم الأفريقية بعد أيام إن شاء الله ربنا يكرمهم يبقوا كلهم أبطال هقول لك بس معلومة بسيطة يعني قبل ما ننخش في تفاصيل كثيرة 27 لعب دول ما بيتحطوش في قائمة المباراة قائمة المباراة بيبقى فيها 23 لعب بس 27 لعب ممكن يغير رويب فيتوريا في كل المباراة 23 اللي هو عايزه وبيستبعي ضربة على العيبة لكن ما بيخشوش كلهم من 27 في قائمة كل المباراة دي حكاية بسيطة يعني بص من ساعة نوعيد على الكورة وبدأت أفرج على كورة قدم وبدأت أشوف منتخباتنا الوطنية ومنتخبات في أوروبا ومنتخبات في أمريكا اللاتينية ما فيش قائمة منتخب يتم إعلانها إلا ومعها كثير من التحفزات والانتقادات وده كان أحسن وليه خدت ده وده مش عارف ماله وده مش عارف مكان شي ينفع ده بيحصل في كل العالم في كل العالم بدون استثناء أي دولة في العالم أي منتخب في العالم قائمة بتاعته بتعلن إلحق إزاي ما أخدتش فلان وإزاي ما أخدتش علان طيب ده ليه؟ ده عشان بطبيعة الحال وده أول جملة وهقولها لحضراتكم وتحل كل المسائل اللي جاية كلها الراجل روي فيتوريا رايح يختار قائمة منتخب مصر القائمة دي الحد الأقصى فيها 27 لاعب 27 لاعب يعني إيه؟ يعني لو اعتبرنا أن في مصر فيه 100 لاعب جاية 100 مية بس مش هقولك بقى 200 تلتمية ربعمية خمسمية هقولك فيه 100 لاعب ينفع يلعبه مع منتخب مصر لو افترضنا أنه فيه 100 فهو مضطر يختار 27 بس بقى المية أو بقى ال آه هنوصل للمية بكاء فاضل قدية يعني 100 ناقص 27 كم معلش عشانا في الحسابات دي ما بعفش ناقص وزايد 100 ناقص 27 بكام 73 صح كده؟ يعني فيه 73 لاعب بره على الآل لعيبة كويسة وتستحق أنها تخش المنتخب شوف أنا قلت لك 100 اهو فهو بيختار 27 من 100 على الآل ممكن يلعبه منتخب مصر طيب ليه بقى أنت بتفتكر أنه الراجل ممكن يجاب الحد أو يدايق حد أو يتعمد ما ياخدش فلان أو يجامل فلان ويدخلهم منتخب مثلا هياخد مكافية البطولة مثلا أكيد مدرب عايز ينجح اسم كبير في كرة القدم روي فيتوريا فمش هيفكر الحسابات بتاعتنا دي كلها ده واحد اتنين لو إحنا وصلنا لمرحلة أنه ما فيش غير 27 لعب كويس بس هم اللي ينفع يمثلوا منتخب مصر نبقى إحنا في مصيبة في كارسة لكن هو فيه لعبة كتير بس هو هيخذ منه 27 بس أنت ليه متخيل أنه ما خدش غير 27 دول عشان 27 دول هم اللي كويسين والبقى مش كويسين لا البقى كويسين بس مش هيقدر ياخدهم كلهم ما ينفعش دي حكاية حكاية تلت أنا دلوقتي جيت خدت سين من الناس خدت كريم وسبت أحمد تمام أنت ممكن تشوف أن أحمد ده أحرف من كريم أحرف مهاري مثلا وكريم مهارته على قده بس كريم ممكن يعمل واجبات بيحبها المدرب في الملعب اللي هو بيغطي على فلانه وبيجري جدي معين وشاطر في الكرات العالية فممكن أنا كمدرب شايف أن كريم مفيد في طريقة لعبة دي رغم أن أحمد أمهر وأحرف بس كريم حيفدني في المنظومة بتاعتي أنا عايزه بس يطع قراط مش عايزه يرأس فبقى كريم مهم أنت شايف أن أحمد أحسن وهو فعلا أن أحمد أحرف بس ده مش معناه أنه أحسن ممكن يبقى أحرف بس مش أحسن عشان كريم ليه أدوار تانية ممكن يعملها دي حكاية حكاية كمان أنا لما باجي أختار أنا مدرب باجي أختار بحط معايير إيه هي المعايير؟ أنا والله عايز تنين على الجناح الشمال مثلا يعني مركز الجناح فأنا عندي مثلا عمر مرموش ومحمود تريزيجيه وعندي حسين الشحات وعندي نمضان صبحي الناس اللي بتشتغل ناحية الشمال دي وأحمد عبدالقادر مثلا بس أحمد عبدالي بقاله فترة بعيد بس أقولك الأسماء اللي موجودة بس أنا عايز أخد اتنين بس عشان كريم 27 فأنا عايز أخد مثلا في كل مركز اتنين لعيب فهو أختار عمر مرموش ومحمود تريزيجيه أفضل وأكثر مشاركة مع المنتخب مصر وأكثر خبرات هل هم أو هل ده معناه إن حسين الشحات كان سيء وكان عامل موسم عظيم جدا مع القهد بس ما نعمل إيه ما نعندي تريزيجيه ومرموش في المركز ده فخلاص أدي المركز أهو نيجي على اليمين حد يقولك إيه يا عم كريم طبما كان ودي حسين الشحات ناحية اليمين مع محمد صلاح طبما هو عايز واحد بروفايل مختلف عن زيزو ما زيزو ممكن يلعب جناح يمين برضو عايز واحد رجله شمال مش هلقى مش يجيب واحد كمان برجله اليمين مع زيزو ناحية اليمين يبقى حسين الشحات طبما عايز واحد رجله بلعب بالشمال عشان لو محمد صلاح ما كانش موجود لأي سبب لقدر الله إن شاء الله يكمل ويكسر الدنيا يبقى عندي نفس البروفايل أو البروفايل قريب طبعا يعني مش محمد صلاح دي حسابات لنقول لك بس المدرب هو بقاعد بيشتغل بيشتغل ازاي طيب من الأسماء اللي تم الاختلاف عليها قال لك طبما هو يعني إزاي ما خدش ياسر إبراهيم فيه اتنين يختلفوا على ياسر إبراهيم إن هو لعب ممتاز تحديدا الفتر الأخيرة مع النادي الأهلي كاس العامل الأندية وفي السوبر كان مكسر الدنيا حد هيختلف على ده ما فيش حد هيختلف طيب بس هو أخد علي قبر وخد ده أحمد سامي وكان ممكن ياخد ياسر إبراهيم أحسن من الاتنين أو أخد إسامة جلال تمام إسامة جلال واضح جدا هو قال كده حتى في المؤتمر النهاردة هو عايز دايما لعيبة شباب في كل خط عشان يبني عليهم للمستقبل عايزهم يشوف في المعسكرات بتاعته يشوف خد بالك حم نتكلم في مشروع أربع سنين فعايز لعيبة من النوعية ده تمقى موجودة حتى لو خيار رابع مش شرط يكونوا هم الأسيين بس يبقوا خيار رابع بس يبقوا موجودين معايا ومن المناسبة ده أسامة جلال في رأيي يعني واحد من أهم المدافعين يعني لو في محمد عبد المناء في مصر ممكن يجيب عادي أسامة جلال بالمناسبة ده رأيي رأيي الشخصي بس حط دي على جنب جيه وحط علي جبر وأحمد سامي بالمناسبة أنا هجيب لكو بعد شوية أرقام أحمد سامي أجماعة حضرتك كمشجع كورة دايما بتفرج على الأهلي والزمالك غالبا تمام فبتبدأ تحكم على لعيبة الأهلي والزمالك بس وباقي اللعيبة وحشة طيب هل أنت فاقتها أحمد سامي ومباراة كلها طب المباراة اللي أنت شفتها لأحمد سامي وما عجبتكش هل هي مثلا كاية مباراة الأهلي أو الزمالك اللي أنت خدت تفرج عليها طب انت شفتوا بقى المباراة اللي بيشوف بقى في كل المباراة دي هو المدرب بتاع المنتخب فاقيمه هجيب لك بعد شوية أرقام أحمد سامي عشان تعرف أحمد سامي إزاي كان متفوق الفترة اللي فات طيب نيجي على علي جبر ما هو علي جبر يا كريم عنده مشاكل على الأرض وعنده مش عارف إيه علي جبر هو من أكتر لعبي منتخب مصر خبرات مع أحمد حجازي ومحمد صلاح في الجيل حالي فهو راجل برضو عايز بيبص للنقطة دي وأنا وإنت عارفين أنا وإنت عارفين أن الأساسي منتخب مصر محمد عبد المنى ومحمد حجازي حضي دي على جمع بس لما يعوز يحتاج حد أنا مثلا كسبان واحد سفر ومضغوط جدا والفرق اللي قدامي بتلعب كرات عالية هل تعلم أن علي جبر أرقامه هجيبها لك برضو بعد اللحظات علي جبر هو أحسن مدافع في مصر في الكرات العالية دي المعلومة دي عندك بس أنت برضو بتاخد بالانطباع هو بيبص على كل التفاصيل دي المدرب هو بيحط القايمة بتاعته بيبص على قصة التفاصيل دي مش بيبص على لعيب بيعمل مطشط كويسة ولا لا محاس إبراهيم أكيد مدافع ممتاز أكيد وتاني هرجعك للنقطة صفر أنا بختار 27 لعب لو علي أختار 100 واروح بيهم الكسر نوم الأفكار فيه 100 حلوين أنا أختارهم بس أنا أخلي 27 فهبص على احتياجاتي محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد بروفايلين مختلفين هحتاج عمر في أوقات واحتاج محمد هاني في أوقات فاتوح ومحمد حمدي بروفايلين مختلفين فيه واحد قوي جدا دفاعيا فيه واحد قوي جدا هجوميا ودرجات بتقعد تحسبها أنت كمدرب كل دي حسابات لعبت النص طب ليه ما حدش قال هو ليه فجأة خده أحمد دبيل كوكا هو لسه يعني ما لعبش ملوش خبرات كبيرة مع منتخة مصر أو لكن هو لعب عنده خبرات كبيرة في الفئات اللي فات عشان أحمد دبيل كوكا بروفايل برضو مختلف عن لعب النص اللي موجودين دي حسابات المدرب هو بيختار بيقعد يفكر فيها لكن أنت النهار تقول لي أصله جامل فلان أصله ساب فلان ليه ليه أنا بأسمي روي فيتوريا مدرب ليه اسم في العالم ممكن أجامل حد أو أظلم حد إيه لي خلينا عمل كده أنا عايزة أنجح أنا عايزة أنجح أنا عايزة أنجح عشان اسمي أولا كمان وعشان أنا مدرب لمنتخم مصر فما فيش أي اعتبارات لمجمالات وفي الأول والآخر دي اختياراته ندعمها ونسردها أخر جملة بس عشان معاياتي لفهم مهم أخر جملة هجماعة وإحنا بنقول فلان أحسن من فلان الفلان اللي أنت بتقول إن هو أقل من فلان ده رايح كاسي الأمم الأفريقية بعد كام يوم أنت مطالب إنك تسنده وتدعمه حتى لو ما بتحبوش حتى لو بتحبش لعبه خلاص قد يالأمر دي اختيارات ما تقولش إن فيه فلان أحسن منه ما تدقوش كاسي الأمم وهو فقد السقة طيب معايها عبر الهاتف الآن الكابتن محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني كابتن محمد مشرف ومنور الحمد لله كله بخير وانت طيب يا حبيبي وبخير أكيد متابع بعد ساعات كنت لسه بتكلم في القصة دي وانت داخل عن فاكرة إنه دايما مع أي قائمة منتخب حتى مش منتخب مصر بيبقى فيه كثير من التعليقات وربما الانتقادات انتوا كنتم متوقعين هذا الأمر ده شي طبيعة كابتن كريم يعني يعني الشيء وارد يعني في الكورة عمتا ولكن احنا الطلب اللي أنا بطلبه دايما إنه خلاص الموضوع تقفل صح نبص لللي جاي صح عندنا طلب مهمة عايزين نركز فيها اللعيبة اللي اخترناها إن شاء الله تبقى القد المسؤولية العيبة اللي مخترناها تبقى دعم للعيبة اللي موجودة دعم المنتخب إن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة الجاية عندنا مشوار عندنا حلم تلاتاشر سنة مرجعش عندنا لعيبة بتحلم إنها تاخد الجيل بيحلم ياخد الكاس من أول وجديد فإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا بصين له قدام مش مش هنبص ورانا بإذن الله الجيل اللي عندنا الآن ده هو جيل حلو كابتن محمد مظبوط يعني أنا أنا كنت بتكلم مع زماني اللي قبل مخش على هاو بقول لهم ده تقريبا أكتر جيل متكامل من 2010 جيل حلو واشتغل على نفسه كتير يا كابتن كريم والله صحيح واشتغل وشغالين على نفسهم كتير والجيل يعني يعني بكل الناس اللي فيه العناصر حتى اللي بتلعب في مصر العناصر اللي بتلعب المحترفة لا يعني جيل جيل قريب من بعضه جيل شبه بعضه جيل فاهم بعض لا بيحبوا بعض لا أنا يعني المنتخب بقالنا هو كعند الله سنة وشوهرين احنا يعني الترابط والروح اللي بنا سواء كجهاز كلعيبة بصراحة في أحسن حالتها فأتمنى أن نختمها بحاجة جميلة أن احنا ناخد الكاس الأمم إن شاء الله بإذن الله يعني وربنا نكرمنا ونتأهل لكاس العالم فدي حاجة حاجة يعني هتشبع رغبة الناس وحتشبع رغبة كمان جيل كرة متعرفش بقى حيكملوا بعد كده ولا مش حيكملوا يعني حال المجيل طبعا بقالهم 13 سنة ماخداش كاس الأمم وفيه اتنين نهائيات لعبوهم وماخدوهمش فطبعا إن شاء الله ربنا يكلمنا ونموت على الكاس ده إن شاء الله إحنا مفهود المعسكر هيبدأ يمتى كابتن محمد؟ إن شاء الله المعسكر هيبدأ يوم الثنين يناير يوم الثلاث اللي جاي في العاصمة الإدارية برضو من عندك حد أشكر طبعا شركة العاصمة الدراء المهانس خليد عباس وعلى يعني الدعم والتعاون الكامل للتأثير كل حاجة بالنسبة لنا كمنتخب أول أشكر قوات المنسلحة أشكر 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 الرئيسة برغبة على التهيئة أو توفير الأستاذ الجديد بالبديانة وإن كهنا أول مرة يعني أول منتخب أو أول فريق ينزع على الأرض دي على الملعب ده فبصراحة فيه تعاون كامل من جميع جائز الدولة لأننا ربنا يكرم إن شاء الله بإذن الله عشان يعني ربنا يكرمنا الفترة الجاية إن شاء الله هنتمت يوم اثنين يناير هنتمرن يوم ستة يناير في العاصمة الإدارية مطش يوم سبعة يناير ساعة ستة مع تنزانيا الكتش فانقرر إن حيديهم راحة يوم ونص تمام ونجع عشان يشوفوا أهلهم قبل من سفر لأنها إن شاء الله تبقى سفرية طويلة شوية إن شاء الله نكملها لأخر بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنالعيبة هتروح بعد يوم سبعة يعني بعد المطر ونرجع هتجمع تاني يوم تمانية بالليل هنتمرن يوم تسعة الصبح ونسافر على تلاتة العصر إن شاء الله على كوديبور هنوصل بإذن الله على عشرة بالليل كده بتوئيبور يعني فرق ساعتين على الساعة تنشر بالليل هنا في القاهرة بإذن الله المحترفين كلهم هينضمروا المعسكر يوم الثنين يناير ولا هينجوا يعني تواليا لا لا إن شاء الله بإذن الله معظمهم هينكون متأجر يوم الثنين وتلاتة أقصى تقدير أربعة بإذن الله أقصى تقدير أربعة طيب كابتن محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني أنا بشكرك حقيقي شكرا جزيلا من كل قلب أتمنى لكم يا رب بكل التوفيق ناس محترمة جدا جهاز فني محترم جدا ومجموعة لعبين جملة اللي أنا قلتها الغرابة دلوقتي هي اللي كنت لسه أقولها بعد شوية لو أنت بصيت على الجيل الحالي المنتخم مصر هو الجيل الأكثر تكاملا ما بعد الجيل العظيم بتاع 2006 2008 و2010 يعني هي الأكثر تكاملا مش بقولك إنه أعظم جيل لما تبص على حراسة المرمة محمد الشناوي وقالها تبص الأسماء ناحية اليمين محمد هاني وعمر كامال عبد الواحد في الدفاع عندك محمد عبد المنعم وعندك أحمد حجازي والباقية ناحية الشمال في فتوح ومحمد حمدي نص الملعب يا سيدي على جمال نص الملعب حمدي فتحي مرانة عطية محمد النيني إمام عشور زيزو محمود حمادة مجموعة رائعة جدا تعال بقى قدام يا سلام يا سلام يمينك محمد صلاح مش محتاج تعريف شمالك عمر مرموش أو ترزيجي يا سيدي مهاجم واحد من أفضل المهاجمين اللي موجودين في فرنسا دلوقتي في الدولة الفرنسية مصطفى محمد والباقي حلو الباقي كويس بالمناسبة بالمناسبة قالك طب ليه مش محمد شريف وليه أحمد حسن كوكا طيب هل أنت تعرف أحمد حسن كوكا عامل إيه ومحمد شريف عامل إيه ولا برضو بتعتمد على الزاقرة هل أنت عايف إحصائياتهم السنة دي عاملة إزاي هل تعرف ده عامل إيه وده عامل إيه السنة دي هل أنت متابع طب أنا أحب أقولك محمد شريف مع نادي الخليج السعودي الموسم ده لعب سبعتاشر مباراة ركز معي في الأرقام لعب كام سبعتاشر مباراة سجل ثلاث أهداف وصنع فرستين دي الأرقام أهي حلو تعالى مشي معي واحدة واحدة سبعتاشر مباراة سجل ثلاثة وصنع اتنين يلا اللي بعده بص على كوكا بقى كوكا لعب خمس مباراة خمس مباراة بس جاب ثلاث أهداف وصنع اتنشر كورة مين أرقامه أحسن طيب بلاش أنا لما أعوز كوكا أعوزه في إيه في المباراة منتخب مصر العكس بقى اللي هو أنا في مباراة محتاج ألعب كورات عرضية بقى الوقت بيتأزم بي ودقى ثمانين وعايز ألحق أسجل فبدي كورات عرضية كتير فعايز إيه عايز كوكا عايز البروفايل لو ده اللي تكلم عليه بتوريه النهار لأ لك أنا بختار مهاجمين بنوعيات مختلفة واحد بتاع كورات هوائية واحد بتاع كورة على الأرض واحد بتاع مساحات ده المدرب وهو بيختار طيب ده المهاجمين تعالي أوريك بقى حاجة عن علي جابر مهمة جد هتقول يا جابا الاحصائي بتاع علي جابر بص علي جابر ليعب أربع مباريات مع بيرامدس في الدوري الموسم ده التحامات الهوائية النجحة معدلها أربعة فاصل ثلاثة كل المباراة يعني تقريبا خمسة في كل المباراة خمس التحامات هوائية نجاحة بنسبة نجاح 85% ودي نسبة عالية جدا قطع الكراط واحدة تقريبا كل المباراة بس هو بص على أني رقم اللي فوق ده خد بالك بتاع الالتحامات الهوائية هات اللي بعده ده ياسر أربع مباراة في الدوري التحامات الهوائية النجحة نسبتها 53% كان علي جابر كام 83% فكروني 83% 83% بيعمل تقريبا أربعة كل المباراة ياسر اتنين كلهم مباراة يعني ياسر بالمناسبة مميز في حيات كتيرة جدا جدا بس أنا لو أنا مدرب أنا عايز بقى مدافع في الالتحامات الهوائية كويسة عشان عندي أحجازي وعبد الملع مكملين كل حاجة في الدفاع بس عايز ده يكون متخصص شوية في الحاجات الهوائية عشان ممكن نحتاجه في وقت من الأوقات فأختار علي جابر اللي أختار ياسر إبراهيم تاني مش بقول مين أحسن مش بقول مين أحسن ممكن أنا رأيي كبير ما يبقى من رأيك مش بقول مين أحسن بقول مين مميز في الحتة اللي المدرب عايزها دي هو بيختار كده روي فيتوريا أو أي مدرب بالمناسبة هو بيختار بعض اللعيبة يلا اللي بعده عشان ده برضه واحد اللي دخلوا في المقارنات دي بقى حراسة الماربع قالك ليه محمد صبحي يبقى موجود في منتخم مصر طيب مبدأين كده قبل ما نروح للأرقام محمد صبحي موجود في منتخم مصر عشان روي فيتوريا من ساعة ما جاء منتخم مصر لازم يبقى عنده حارس مرمى شاب وسط الحراس اللي بيختاره أنا بابني حارس للمستقبل ممكن ما استخدمهش دلوقتي بس يبقى معايا للمستقبل ويشوف شغلي ويشوف احنا من نعمل ايه عشان نستفيد منه مثلاً مثلاً يعني في كاس العالم 2026 فهو اختار شناوي فوق الثلاثين محمد شناوي أحمد شناوي فوق الثلاثين محمد أبو جبل فوق الثلاثين أنا عايز واحد في الأشرينات فاخد محمد صبحي لعبار مع مباراة استقبل خمس أهداف معدل تصدياته تلاتة تقريباً لكل مباراة تصدياته من داخل منطقة الجزاء تسعة تصدياته من الخارج اتنين دي أرقام محمد صبحي الموسم ده اللي بعده محمد أبو جبل لعب حداشر مباراة استقبل سبعتاشر شباك نظيفة في مباراتين معدل تصدياته لكل مباراة 3 كورات تصدياته من داخل منطقة الجزاء 21 تصدياته من الخارج 13 أحمد شناوي تم المباراة استقبل 9 شباك نظيفة 3 معدل تصديات 2 تقريباً لكل مباراة تصديات من داخل منطقة الجزاء 10 من الخارج 5 بص واحد كمان يتقال عليه كلام النهاردة وكان المفهودي يبقى في المنتقه محمد بسام لاعب 9 على مباراة ستابل 9 شباك نظيفة 3 معادة للتصديات 3.2 لكل مباراة وباقي الأرقام بالمناسبة اهي نفس القصة ممكن اللي عطل محمد بسام انه يبقى موجود في المنتخب ببساطة شديدة انه ده راجل ما عندوش خبرات دولية انا عندي محمد الشناوش وعندي احمد الشناوش خبرات كبيرة الاتنين دول خبرات كبيرة محمد ابو جبل من يجم كاس الأمم اللي فاتت فاكرين طبعا محمد صبحي كان موجود برضو في القائمة بالمناسبة اللي كانوا موجودين في قائمة اخر كاس أمم أفريقية في حراس المرمى كان محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد ده اللي تغير ودخل مكانه احمد الشناوي يعني هو الراجل ما عملش حاجة غريبة طيب هتي تقول لي في الحراس تحديدا هكريم ما كان خد جاد او خد ابو جبل عفوا خد بسام او خد بلعوتي كل دول ومحمود ابو السهود كل دول حراس هايلين هايلين كان معايا من كام يوم الكابتن طرق سلمان مدارب حراس مرمى الاهل السابق والمقابل العرب وشتغل كان موجود في اول مباراة لو تفتكروا لمنتخم مصر لما كان عسام الحضري عنده مشكلة كورونا تقريبا في كاس أمم اللي فاتت وراح سافر كان موجود في اول مباراة اللي هي قدام المنتخب الناجيري مدارب حراس مرمى المنتخبنا الاول البطوة اللي فاتت قال لي جملة اتصور كلنا بنقولها كلنا بنقولها كده كده محمد الشناوي هنا هنا الباقي هنا كده مع كام يلا احتراموا الله ليس تقليلا منهم بس أنا بكلمك على السبات في المستوى بكلمك على الاحتكاكات القوية الكبيرة بكلمك على الاستمرارية محمد الشناوي هو الحارس الاكثر سباتا في المستوى من 2018 حتى الان في مصر الباقي بقى كله ايه هتشوف حالة تقلق لمحمد ابو جبل رائعة جدا وبعد كده تهدى هتشوف محمد صبحي حالة تقلق ويهدى هتشوف محمد بسامن حالة تقلق ويهدى احمد الشناوي حالة تقلق ويهدى محدش عنده استمرار اغرى محمد الشناوي فلما تيجي تكلمني بقى الرأس اللي اختاروا من فيتوريا مش كله يا جماعة كله قريب من بعضه الا محمد الشناوي كده كان الحالة الاساسية اي حد بقى يختاروا بعد محمد الشناوي اختار سين صادات كلهم شبه بعض مش شبه بعض وعشرين شبه بعض حلوين بس كده كده في حتة بعد محمد الشناوي بكتير ده الواقع يعني طيب شرفني وينورني عبر الهاتف الان واحد من احسن حكام المصريين في الوقت الحالية احسن حكام مصري العام الماضي يعني والموسم الماضي بالفعل يعني طبقا لكثير من الاستفتيات دائما وابدا زي ما بقول عليه دائما هو الحكام الوحيد كلهم حكام هيلة وعظماء ورؤعين وكل شيء بس هو الحكام الوحيد اللي مش هتلاقي عليه دائما خلافات كبيرة مش هتلاقي عليه جدل كبير مش لو سألت واحد من مشجعه الاهلي مش هيقولك عليه حاجة لو قلت لمشجع الزمالك مش هيتكلم عليه لو سألت مشجع في الإسماعيل يا تمام لو قلت الواحد في البرامد زي يقولك جميل عنده حالة كده غريبة استثنائية عن اي حاكم سوا في مصر وبرا يعني دائما الحكام مش محبوبين يعني ما فيش حكام بيتحب ما فيش حكام ليش عبية عشان الجماهير دائما بتزعب من الحكام لو خسران يعني بس هو راجل الناس بتحبه يعني كابتن كبير كابتن محمود البن حكامنا الدولي كابتن محمود مش عرف ومنور كريم ألم بحضرتك أنا سعيد دائما بحضرتك وبغودي معاك وأشكرك طبعا مرة تانية على المقدمة الجميلة إذا ألم انحقك ودائما هقولك كلمتين دول عشان هم حقك يعني 100% يا الله يبارك فيك شكرا جدا عزيزة طيب احنا يوم الجمعة الجاية خلاص طلع مهمة جدا على كاس الأمم الأفريقية وزي ما مستنى منتخباتنا أو منتخبنا يشرفنا بني ما مستنين كمان من حكامنا المصريين يشرفونا شايف البطولة دي إزاي إن شاء الله كابتن محمود إن شاء الله أعظم هذاك بتقول يعني مشاركة أعتقد أن هي الأكبر للحكام المصريين في بطولة الكام في دولة كودفور إن شاء الله يعني أعتقد أن عدد سبع حكام موجودين في البطولة أعتقد أن هذا العدد الأكبر لأي دولة موجودة في البطولة يعني أنا أعتقد أن هذا بيدل على أن التحكيم المصري الحمد لله رب العالمين متواجد ومتواجد بقوة وزي ما عدد بتقول إن شاء الله زي ما مستخب مصر يعني حيمثلنا أحسن تمثيل أنا بشوف أن التحكيم المصري أعتقد أن هو حيكون إن شاء الله بإذن الله يعني هيمثلنا وحيمثل المصريين كلهم بشكل أفضل بإذن الله في البطولة أكبر تمثيل في هذه البطولة حكامنا المصريين ودايما لما بشوف التمثيل المصري للحكام في بطولات دولية قرية أو عربية ببقى فخور جدا وبقعد بينكو سين كده استغرب هو إحنا هو إحنا ليه بنقعد هنا نقطع وننتقد ونهاجم ونقول حكامنا 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 والناس كلها برة لما بتصدق يبقى فيه مناسبة وتدعو حكامنا المصريين لإدارة هذه المباراة هل الحكم المصري لا يقدر من الجماليين المصريية مثل ما يقدر في الخارج؟ أنا بشوف أن التحكم المصري مظلوم أكيد مظلوم لأنه زي ما قلت طبعا أن كل الناس عندها حق في الانتماء لأندييتها والتعصب لها لكن أنا من وجهة نظر الشخص أن التحكم المصري يستحق أفضل بكتير مما هو عليه وبشوفه أنه بيأدي في سواف المحافة المحلية أو القرية أو أي مبارا بيكون في الحكام المصريين موجودين فيها في الخارج وأخيرا أعتقد بطولة السوبر في الإمارات أعتقد أن كانت البطولة يعني أنت شفتها دي التنفسية كتفيها كتعالية إزاي الحكام المصريين يعني الأربع حكام السفارة والأربع تاشر حكم السفارة عامة يعني ما بين مساعدين وحكام وحكام فار أنا بشوف أنهم أدوا دور كبير جدا في البطولة دي وفي نجاحها وسط تنفسها كانت كبيرة جدا ما بين الأربع فرق أنا بس زي ما قلت حباك قبل كده أنه التحكيم المصري ينقص فقط الدعم سواء كان من الشارع أو من النقاد أو من الناس تغيير فكرة أو قابلية تقبل الحكام المصري أنا أعتقد هتفرق كتير جدا في التحكيم ومازلت بقوله لأن شهدت دائما مجروحة من التحكيم المصري يعني لم يكن أفضل فهو واحد من أفضل حكام سواء المستقل القري أو المستقل العربي كمان عظيم جدا يا كابت المحمود أنا بتمنى لك يا رب بكل التوفيق في كاس الأهم الأفريقية القادمة ودايما مشرف أنت وكل زملائك حكامنا المصريين أشكرك شكرا جزيلا طيب أهو محبوش مداء اللي هو هيحكم لي بس عمره ما تجاوز مع حكم ممكن يعني يطلع ينتقد حاجات بسيطة وبتاع إحنا هنا الموضوع كبر معنا يا جماعة كبر عمال يوسع 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 عشان اللي هو إيه أنا بخسر أنا في ليسي خسرت فهول أنا غلطان أنا بقى مدرب أنا رئيس نادي أنا لعيب هول أنا غلطان لا أنا الحكم ظلمني فالحكم والحكم والحكم وهم بيستغلوا فكرة إيه إنه كده كده الجمهور هيمش وراء الجمهور هيجي يقول لك أهل حكم هو السبب مش نادي بتاعي زي الفل نقدر حكامنا شوية بس عشان يعرفوا يشتغلوا عشان هما مقدرين جدا انت مش ملاحظ كمية البطولات والأحداث اللي شاركوا فيها في الفترة الأخيرة سواء أفريقية أو عربية إحنا بس بنقلم منهم لكن هما مقدرين فنيا هو يخد بالك هو لما بيختار حكم في بطولة أفريقيا ولا بيختاروا في بطولة عربية ولا بيختاروا في بطولة عالمية ما بيختاروش عشان الناس بتحبوا في مصر ولا ما بتحبوش وبيختاروه على مستواه الفني بيقيموه فمعنى إنه هما يختاروا سبع حكام مصريين في كاس لهم الأفريقية اللي جاية دي ده معنى إيه إن حكامنا فعلا فعلا بالشعارات يعني بخير ده واضح يعني فبس نقدرهم شوية على قد ما نقدر يعني طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي لروي فيتوريا النهاردة نتكلم في أكتر من موضوع الأول بس حاب أقف عند نقطة النهاردة كانت في المؤتمر الصحفي روي فيتوريا بعيد كل البعد عن تفاصيل الفنية يعني واختياراته المؤتمر النهاردة شوفوا الرجل قد إيه محترم ومحترف المؤتمر النهاردة ساعة اتنين زهر والسادة الصحفيين المحترمين قاعدين في الانتظار الرجل دخل المؤتمر الصحفي الساعة اتنين ونص اتنين ونص الساعة اتنين ونص فراح أتزلهم قال لهم عفوا إن أنا اتأخرت عليكم بس كان في بعض التفاصيل بنزبطها مع الكاف حول طريقة الأعلان عن القائمة أنا آسف إن أنا اتأخرت أنا آسف إن أنا اتأخرت لا معلش أنا أقولها تاني أنا آسف إن أنا اتأخرت أجماعة بصراح ما اجدبش عليكم يعني أنا راجل صحفي وإعلامي من سنين ما حضرتش مؤتمر حد اتأخر فيه حد طول وما احترمش الناس اللي موجودة ورجع اعتذر يا عم هم عاديين مستنين يا عم هم مستنين القائمة ومستنين على النار عشان يبعاثوا المواقع ومجردهم ومستنين لكن راجل دخل يا أتأخر عشان يتأخر نص ساعة عالفاك نص ساعة دي وليلة جدا بالنسبة لدينا كصحفين يعني عشان في النسبة لنوات ساعة أو ساعتين وثلاثة ويقول لك ما ليش أصلا اتأجلتها تاربع ساعات عشان الراجل بس في الطريق ومتأخر أسوأ عنده مش عارف زرف حياة كده ما فيش شيء احترام احترام للناس اللي قاعدة بس الراجل قديه محترم تفاصيل دي وتفري معا جدا وبين السطور تعرفك قديه الراجل ده منظم ومحترم ومحترف نسمع ونرجع نتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 وإن شاء الله نكمل هناك إلى يوم 11 سبرا روين فتوريا كمان نتكلم عن سبب استبعاد عبدالله سعيد بعد ما كان حطه فيه القائمة المبدئية وأيضا حسين الشحات وليه ضم أحمد الشناو نتكلم كمان عن سبب اختياراته لحراس المرمى نسمع ونرجع نكمل أسأل عبدالله سعيد Qué誓 الرب صحيح لو ان انا بدور على لاعب يكون عنده المقدرة اللي موجودة عند اللعب عطالة سعيد في السلوغ اللي انا بكر فيه او في الشكل اللي انا بكر فيه عبدالا عبدالا سايي تيو مدسپنibilidade ترمينا ادوري طبعا انا عجبني جدا اللعب وقدرت جدا حتة الجاهزية بتاعته انهو عنده جاهزية قوية جدا للمشاركة ادورو انكوان شغدور وحقيق بقدارو جدا كلاعب نعم على أساس نغطي شئيز احفير الباب وتمع الله سعيد انه موفم يقوم بالنسبaeل أو موفم يتفع فيه أو موفم يتفع فيه إلاقال دريق من الجمال الناس والتأكسون اخرى فستامو التأكسون ميد من المسبقلا اه لا ته أممم موجودة اخدام الله في الحديث أننا في نالتح قولي ما فيش قوسيقى في نالتح قوسيقى موفم يحفر في الناس حيث اخبرتنا، قلت تقيم الانصر يمكنني أن نفسي ببعض لاستنة لأجبا من أجهزة وقد رأيته أفضل أجهزو الكتين فهو تحفظون لتحفظ فصل على الآنصر ويجب أن ألم أعرف أنه سيكون ويوضح قليل منها ويجب أن يتركيب علينا لكي يتركيب علينا ويجب أن أعلم بشكل مهم ويطلب أن أتحدث عن الذين يتمكنون أن أتحدث عنه وأن أتحدث عنه وضouri جبب الإزباري لتعلم نفسcias بلum ، إنان إعانون أو هتعلم والهم لطلاحن في بعدم الضغرورة التعليم الضغرة ول McGuك patterns لطلاحن التعليم الظغار متوصل إلى اشاد نعم حسين الشحات ليس علاق أنه الزائر ний نعم حسين الشحات وما تصنع هكذا هو لهذهات حسين فيها ولكن ولكن أعلى بالنسبالي كنت شايف أن الوقت ليس متوفر أو بالنسبال نحن نفتح شوية على نتازر شوية فاكاللان من ستازرون هذا فاعلان كده صدر وطبعا وكذلك كذلك وكذلك كذلك كذلك لديك شوية حاليا ولكنت قلت لديك شيئة وذلك سأخذ لديك شيئة وكذلك كلام من أجل وإلقاء حاليا اشتركوا في القناة 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 ومعالطي أمامه وتحديوك بحاجة هناك أمامك فتح لدينا تحليل لدينا أمامك 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 لدينا أثناء وأنا لدينا معاقصات التي تحديث ذلك أنها تشفى ويجب أنها تحديث وإنها وما يشوفون انتظار المتخصيصين فيما عشان wspامiosa وبدون أنهم محافظون محافظون يمكن أن تكون من جديد أفريقيا وبدون يمكن أن يكون محافظون محافظون وهو محافظون محافظون وبدون أنهم محافظون يمكنهم أن يكون من هؤلاء المحافظون طيب من زاوية أخرى لوي فيتوريا من المدربين يحبش يوعدوا بشيء وانا احترم جدا المدرب ده عشان ما فيش في كرة القدم ابدا اي وعد دايما تقول احاول اسعى اكتهد وانا منصيبي عشان ما ملعبش الواحدي اوعد ده ولا بلعب لوحدي بلعب مطشط ودية كده بلي وبين لعبتي لكن بلعب منافسين منافسين دو كم لهم عندهم نفسه التموحات والرغبة فالملعب وتوفيق ربنا هو اللي هيبقى الحاكم لكن في الناس بعض الناس تقول لك ايه فيتوريا كان لازم يقول ان احنا هنكسب كاسرهم من الافريقية اللي يقول كده زي ما فيتوريا قال يبقى بيهضر تعالى نسمع فيتوريا ونرجع نكمل كلامنا لا يوجدو Buddy احنا نعمل ان تكون مجددا ان احنا نعمل احنا نعمل ان احنا نعمل هنودينا سبع مباريات حتى أنهم سبع مباريات نحادية كلهم ونحن نحن نحن نقوم جاهزين لأي تحدي كيف حدامنا في الشرطان هنودي ابتدي كتهم أغادر قليلاً لكن لأنه تم ايضاً ايضاً بأيضاً وأنا تم قائلاً لكن لأن ايضاً يعمل بأيضاً لكن هنودينا سبع في الججير سبعه تركين حتى لايضاً كل البطولات أو الأقابل التي أردتها لم تفعلها أي أن لا أحبب ت firearms لاتهم جداً ولكنري أن نعم ال�Cal coincidence لدينا فضيب周 هثناء وليس لدينا lata وكذا tanto ، مثلك وضع dicلاب العمل دفعات وبرطوا Sache والسركة وهذا we have وأنجز المجلسات طيب كلام محترم بصراحة دايما المؤترمات كلها محترمة جدا المهاردة في دوري نايل الجولة ال 11 دوري المصري الممتاز ام بي فاز فوز كبير جدا وعريض على بدات المحلة بسلسية نظيفة كابتان مصطفى تفاوك على كابتان احمد عبد الروف المدربين المحترمين جدا بصراحة علي فوزي صاحب الهدف الاول اللي ام في الديئة 10 بعد كده احمد ريدا سجل هدف التاني في الديئة 19 وفا سجل هدف التالت في الديئة 44 وفي مباراة اخرى نادي زد يلقى الهزيمة الاولى ليه في دوري هذا الموسم من طلاع الجيش بهدف في الديئة 95 موسى ديوارة يضرب زد بهدف قاتل جدا عشان يخسر زد اول مباراة ويستعيد طبعا الجيش عافية ومرة اخرى في الدوري الممتاز بقاعدة كابتان عبد الحميد بسيوني طبعا فرحة الجول لما يجي في الديئة 95 لازل تكون الفرحة بالشكل ده طيب مباراة اخرى كانت مباراة البنك الاهلي والمقالون العرب والبنك الاهلي وقاعدة كابتان طارق مصطفى يفوز على مقالون 3 واحد هدف اول ليه محمد سالم تقدم بيه المقالون العرب في الديئة 14 برغم هدف التقدم لكن محمود قعود لعب دور البطل في هزي المباراة وسجل هاتريك هدف اول في الديئة 58 وهدف تاني في الديئة 62 وهدف تالت في الديئة 95 محمود قعود هاتريك مع البنك الاهلي النهاردة رحم اللعبة الخبرات في الدولة المصري بصراحة فقالوا فترة كبيرة يعني موجود في الدولة المصري مع فرقة متعددة احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل عشر رفني ونوارني كابتن شاب الدين احمد نجمي النادي الاهلي الاصبق خليكم معنا شحمه ولحمه الدباح الدبيح ديف في هزي الفقرة الكابتن الكبير كابتن شاب الدين احمد نجمي النادي الاهلي الاصبق انا كابتن شاب من اول الدولة حبيبا يا كريم انا المبسوط ان انا معاك وبتمنى لك التوفيق ودائما دا 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 مكسر الدين يا حبيب يا ربي خليك لا بسرعة لازم اسألك على الجلد الاول لا سألت عليه كتير انا فاهم طبعا من اهم اهم العلامات المضيئة في تاريخك مع النادي الاهلي يعني طبعا انا بفتخر ان انا جندا مع النادي الاهلي ودايما لحد دلوقتي الناس بيبقى فيها علامات كده في تاريخك قرويا بتبقى معلمة مع الناس فدا تو دا دا معلم مع الناس وحاجة بفتخر بيها كمان مع نازلي زي النادي الاهلي طبعا البيتي اللي عاشت فيه سنيني كلها فا لا فكرنا شوية بالجول عشان الناس كتير فيه اجيال صغيرة بلوقتي يعني مثل عنده 16-15 سنة يعني لما كان الجون داو تمسك رواه عنده 7-8 سنين الجول دا كان ايه كسيطركة في بطولة ايه وقلوهم الموقف التنين جون دا في افريقيا في 2010 كنا خسرنا هناك اتنين صفر بتحقق في ليبيا ورجعنا هنا لازم نكسب عشان نسعد دول المجموعات فكان خلاص الماتش من احسن الماتشات اللي عبناها كمان يعني شكتل اولان احنا طالعين صفر صفر والدنيا بتقزم بس احنا ككورة في الماتش دا كنا عاملين ماتش كويس بدأ كابتن متعب بعد كده فضل والحمد لله ربنا كرامني بالجون التالت دا في توقيت صعب جدا يعني كمان انا كان سني ساعتها صغير كنت 18 سنة ونص فانك تاخد القرار دا في توقيت زي دا التوفيق من ربنا طبعا وزي ما انت شايف يعني كان من اسباب ان احنا صعدنا في البطولة دي تتبع مين لا ايها جا بس انا عامة مش من نوع اللي بعرف احتفل بالجوان والكلام بس هي جات كده ما قدش محضر الله ولا اصلا عملت قبل اي كده باحتفال اصلا لا 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 هي جات كده انا عاد احتفل وخلاص هي جات كده انا شفتهم في اللايبة في برا بيعملوا كده يعني ام الجمهور ساعتها في ليبيا كان عامة لي عامل كده اه فانت قلت هرود دا انا كمان في المرأة فهي اصلا جات تلقائي يعني ما كانش في دماغ ان انا عامل فالشخص هادي كمان اللي هو اه خالص خالص يعني انا اخر اجيب جون اسجد وخلاص اه بس السجوم برضو كان خطير يعني اه طبعا طبعا انت كان وقتها في نجوم حواليك كثير اسماعة بقى كبيرة في الان انا طلعت في 2008 في الدور بتاع اللي اول كان الفايصل مع النادل اسماعيلي دي كانت اول سنة لها مع جوزيه قبل ما يمشي اه كان عندي ساعتها 17 سنة طلعت وتمرنت معاهم ودخلت ماتش الترسانة في السنة دي وبعاكيه خدنا الدور في ماتش الفايصل بتاع الاسماعيلي كملت بعد كلا كان عندنا كاس العلم الشباب كملت مع الفريل اول بعد كاس العلم الشباب طلعت وسط نجوم كبيرة جدا اه يعني اي حد ما كان عندنا في قطاع الناشئين محدش كان بيطاقع ان حد هيطلع يكمل مع الجلدة صح الجلدة كان جل تاريخي في تاريخ النادل اهلي بس انت ونت بتشوت الشوطة دي انا متخيل لو انت جاي تاخد القرار انت بص على يمينك فلان وبص على شمالك فلان يعني انت لو الشوطة دي جلت في الوقت الصعب ده هتلاقي في ناس كتيرة بتصرخ معاك ما طبعا ما انا بقولك انت اصلا موقف زي ده انت كلعيب صغير مستحيل اجد هتلعب السهل وخلاص وماريش دعب حاجة والمسافة بعيدة كمان اه كانت المسافة بعيدة جدا فازاي ما قلتلك توفير ربنا طبعا وخلي بالك اللعيبة الكبيرة دي كلها اللي كانت موجودة ما كنتش تحس ان انت في وسطهم مع لعيب صغير لا كان كان كابتن وايل كابتن احمد السيد كان شريف كرامي في الجول كان احمد فتحي كان لسه راجع من غضروف كان بدي اشريف عفضيل بكرايد في الاول بعد كده كابتن بركات رجع بركات احمد حسن بوتريكا متعب وانت دخلت شوت وعشور جنبي طبعا فلا كان اللعيبة كبيرة جدا قولي بعد الجول ده بقى يعني دخلت بقى قلت اللبس بعد الماتش الكلام كان ايه؟ لا بص يعني انا انا فاكر اليوم ده كان ساعتها استاذ علاء مبارك كان موجود في الماتش ونزل بعد الماتش مخصوص يعني انا كنت بس عام انا طالع وخارجين واللعيبة ولاقيت واقف مستنيني بيسلم علي ومستنيني مخصوص وده الرباة واللعيبة اللعيبة طبعا وكل الجهاز يعني بعد الماتش حتى لما رجعت عندنا في المنطقة زمان لا الناس فكان عمر مهانسة اليوم ده واليوم ده بالذات انا بعتز بيه جدا حتى اللعيبة الكبيرة كلها يعني اللعيبة الكبيرة كلها كانت بتتكلم معها بشكل كويس جدا وبشكل ايجابي والميزة ازا بابقولك ان اللعيبة دي ما كنتش تحس ان احنا كنا اللعيبة صغيرة بنتطلع متحسش ان انت وص الناس دي ولا الناس بتشوفهم في تلفزيون ابو تريكة ومتعب وبركات لا 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 اكتر مما تتخيل في التواضع وتلاقيهم على طول بيكلموك وبيحفزوك في ظهرك يعمل اللي انت عايز ولعب لعبك ويغلط ملكش دعوة كابتن براكات كان من الناس الوريبة جدا وكان على طول بيتكلم معي يعني حتى في اوقت ما كانش احد يحد بيقعد معا في القوضة كان دايما عشور لو عشور مش موجود انا اللي موجود انت موجود معا هو اللي بيختار وانا محدش بيقول مثلا يعني هو قطة الوحيدة هو معروف هو بيختار من يجيقعد معا غير مثلا فيه لعبه كل اتنين معروفين فهو اللي بيختار مثلا لو عشور مش موجود يباش هاب يباش هاب اكيد لك مواقف مع براكات كتير بس مش ينفع اقول حاجة فيها خالص اكيد فيه واحد ينفع يتحكي خالص والله الهواء مش كيلة دي انا عايز اسمع القوضة اللي مع براكات بس كله اجهزة للسؤال ده وتتقالي نفس الجمعة اللي هو والله هابني خنى على عيني نفسي حكيلك ممكن احكيلك بعد الهواء بس ما فيش موقف ينفع يتحكي من غير تعمل منتاج في دماغك خالص في مرة شفت براكات قافش من دايق متنفذ من حد استحالة عمره استحالة يعني هو كان دايما في قط اللبس وفي المطشاط كان ليه كده نظام مطابع معين يعني اي مدرب يشوف ده فاكك مش في دماغه حاجة بس بينزل الملعب واحد تاني غير اللي انت بتبعد معه لما تنزل يعني حتى لحد ما انت بتسخن عادي الموضوع بالنسبة له بسيط بيهرج وبيضحك والكلام ده كله بينزل الملعب تلاقيه شخص تاني يتوحش بقى في الملعب شخص غير اللي انت بتبعد معه خلص كريم ودي بصراحة انا يعني انا كنت بتكلم معاه انت بتعمل كده ازاي يعني احنا متعودين دايما لعيب كرة يبقى مركز وقافل على نفسه ويه ويه ده عادي تمرين زي المطس اليوم عادي عنده وتحس انه قبل المباراة ده واحد مستهدر جدا انا بقولك اي مدرب اي مدرب لو معرفش براكات كلعيب يقولك لا لا ده هيفك الدني ده مش في دماغه حاجة خلص فهم؟ ينزل الملعب ينزل الملعب يا محمد براكات بقى واحد تاني خلص غير الشخصات اللي بتعود معرفة عايسه لك سؤال شغني جدا وقلت لما هشوفك ونتقابل هسأله لك تبدايتك كانت رائعة مع النادي الاهلي رائعة ليه المسيرة دي ما كملتش وانت بداية رائعة ايه بقى زي ما انت قلت ليساقيل وسط جيل مرعب من اللعبين تقدر بتاخد وسطيهم مكان ليه ليه ما كملتش ليه دي لها اسباب كتير وفي نفس الوقت انا اكيد اكيد انا قصرت لكن الحظ والظروف ساعتها مساعدتناش كجيل احنا مرنا بمراحل كنت عندك مجزارة في صورة بعد كده الدورة توقف فضرات كبيرة جدا في عز بقى ما انت كنت ماشي كويس جدا كنت راكب فجت فترة دي اللي عطلتنا احنا في الجيل بتاعنا يمكن اغلب في الجيل بتاعي اطلع اعراض الوحيد اللي مكانش بيطلع كنت انا جزي مكانش بيرضى طلعنا وما كانش ساعتها بيلعبنا بشكل كبير لان احنا كنا الدورة مقوف وانحنا بيلعف افريقيا احنا في المنتخب الولمبي فاغلى بالوقت احنا في المنتخب الولمبي والباقي موجود معه هنا فما بقتش اشارك بشكل كبير لما رجعت بعد اللمبيات طلبت اللي انا امشي ما كانش راضي يمشيين خالص طب انا عايز العب حتى قبل اللمبيات لاني بدأت فترة في المنتخب اللمبي ما كنتش بلعب بشكل اساسي زي ما كنت بلعب فكنت بطلب ان انا اطلع علعب عشان اقدر اكمل واروح للمبيات ما كانش بوافق خالص حتى لو اعارب ربنا كرمني بعد اللمبيات رجعت كابتن حسان رجع ميسك تاني بدأت تلعب تاني بعد كده كابتن حسان ميشي بعد كده حصل موقف في النادي وانا كنت لسه صغير كان عندي 24 سنة حصل طاطش مع مدرب وصممت وقفلت كم من المدرب وقتها؟ مش عايز اذكر اسمه مدرب اجنبي او مصري موضوع خد سكة تانية مع تغيير طبعا الادارة وكان الاول كابتن حسان حمد وكابتن خطيب الناس دي طبعا كانت عارفاني من انا ولد صغير في النادي وتعاملت معاهم كان جيل مش مهندس محمود طهار فالموضوع اخد شكل تاني خالص وبعد كده انا مشيت شكل تاني يعني مش لاز تقول الاسم بس ايه اللي كان الخلاف؟ كان خلاف ان هو وصل حاجة للإدارة ان انا قلت حاجة على النادي او شتمت الجهاز وانا ما عملش كده كان ساعدة كابتن والجمع موجود وقال لهم شاب ما عملش كده شاب كان معايا في المدرج وما قلش كده فانا انا بينه وبناك بقد ما قفلت خالص قلتلهم لأ زي ما هو كان هيئزيني وانتوا بتقولوا انه انا قلت كده انتوا عارفين انه معلش كده بس اللي كنت هتعملوا معايا عملوا معايا قلتلهم ماليش دعوة قلتلهم ماليش دعوة ماليش دعوة قلتلهم برضه جاي بقوله على حاجة انا ما هلتعاش كابتن الفرا كان ساعدة كابتن وال فالموضوع اخد اتجاه تاني بقى خالص فبس فده اللي كان حصل فمشيت من الاهلي وقتها كنا بنسمع دايما عن كلام مع نادي الزمالك كان فيه كلام بس انا الموضوع يعني الموضوع ما ما كنتش انا حابب ان انا لان انا انا اتربت في النادي وعشت من وانا عندي ست سنين في النادي فالموضوع مش موضوع ان انت اتروحها زمالك نادي الزمالك نادي كبير طبعا واحد بس الموضوع برضه في الاول في الاخر انت احترامك للمكان او اللي خير عليك بعد ربنا دي حاجة من الحاجات برضه اللي هي ايه خليتنا اخد طريق تاني كنت المفروض ان انا هسافر واحترف بس محصلش نصيب عادت هنا في طلع الجيش لعبت ست شهور بعد كده بترجد اه طب قبل ما اروح لما بعد الاهلي انت قلت لي فيه جزء اتحمله انا في اللي انت حكيه ده كله انت بتحملش حاجة لأ بس لأ ان انا خدت الموضوع عندك ان انا بقى عاند مع كريم اه لما المدرب بالضبط يعني انا اه يعني انا كنت فيه حاجات كنت لأ ممكن كلعيب خلاص مع ان كان سايدة كابتنا العب صدق قال لي احنا عارفين انت معلتش حاجة لان انت لو عملت حاجة ما كناش هنسيبك كنا هنعقبك هنخصملك هنعمل انا بس احنا عارفين انت معلتش حاجة فانا بقى لأ فلما لقيت الموضوع بياخد السكة دي طب انا غلط في حقي هتولي حقي فلقيت الموضوع بقى ايه داخل في عند فانت لو رجع بك الايام ما كنتش يخش في العند دوت ما كنتش يخش طبعا بس انت كنت زيعة تقف تتعامل مع المدرب ده بعد كده بص في الكرة كريم مفيش حاجة يعني متغيرات الكرة بتتغير في ثانية انت موجود النهار ده بكرة مش موجود هنا انا موجود انت مش موجود لكن دايما اللعيب هو اللي قاعد المدربين المدرب النهار ده موجود بكرة مش موجود وحصل موضوع ده مع جزي يعني جزي جاي فترة انا موجودش بلعب ما خالص لدرجة ان هو ماشي قال لي انت مبسوط طرق انا مبسوط كده في وشه وهو ماشي بعد الملعب المالي كان هو ماشي بعد ماتش الملعب المالي وقال لنا خلاص مش هادر اكمل بنسلم عليه بيقول لي يا ارهابي قلت له يا ساهم سهابي كده كنت مبسوط هو ماشي لان هو انا جالي سنتين جالي مديرا عارق ما كانش راضي طب طلع نلعب في مصر هنا في الدورة عشان نلعب الامبياد ما كانش بيوافق خالص فالموضوع فيه اوقات لعيب الكرة الناس ما بتبقاش عارفة التفاصيل يعني الناس الليها اللي بيظهر قدام الشاشة ده بيلعب نمجل عشان كان عنده موقف شخصي معك خالص مع ان اول ما جيه كان بيتكلم بشكل غير طبيع علي واول مؤتمر ليه بعد ماتش ما كانش بتكلم غير علي وهو اللي صعدك وهو اللي كان صعدنا قبل كده ما عرفش انا روحت المنتخب بساعة التوقف طاعد الدوري وما فيش كرة روحنا المنتخب الولمبي رجعت لقيت واحد تاني خالص فمن غير بدون اي اسباب يعني انا ما عملت لكش عاجة انا كنت في المنتخب انا مكنش معاك فلقيت اتغير معايا فبعد كده بقى بدأ الموضوع ياخد اتجاه بقى حتى الدرجة ان فيه اللعبك بتيجي تقول اللعبك كبيرة هو بيشوف دماغك بيشوف طريق تفكيري طالهم هو بيشوف ايه انا لعيب وهو مدرب ايه اللي ايشوف معايا ايه لا انا بتخاني معايا ولا بعمل حاجة انا راجل عايزه ايه انا عايز العب لكن هو ما يبقاش بقى ما ياخدش الموضوع في اتجاه تاني طب انا عايز انا عشوف انت لو ملعبتش هتاخد تعمل قرار ايه طب انا هزعل طبعا صح فاهم فالموضوع بدأ يخش في حتة تانية غير الملعب وغير ان هو بقي بيشوف دماغك بتفكر ازاي طبعا تعمل ايه في الموضوع دا لو ملعبتش طب لو طلعتك برا ما ماتش طب انا هاجي النهاردة ان انت كان بيجي في وقت ان الاسبوع دا يقولك احسن واحد بيتمرن شهاب تلقيم طلعني برا لسكور بعد بيقول ان انت الحسن بتلقى حبة تلقى فانا بقولك في حاجات في الكورة عامتا مش ما بكلمش على جوزي بس في الكورة عامتا انا ممكن انا وكريم عايز تلاعب شهاب لعبه مش عايز تلاعبه خلاص لكن ما تدخلش بقى الاسباب الفنية في الامور الشخصية ان كريم بيجي بيتكلم ما بيتكلمش لو دا بيتحك في وشه ما بيتحكش في وشه انت عايز تقول ان انه جوزي كان بيحبه ويكره اي مدرب بيحبه ويكره اي مدرب اي مدربة كريم عشان برضه يعني الدنيا تبقى واضحة اي مدرب بيبع عنده حط التعاطف لحده عن طريحة فهم معين جوزي جي في وقت جيل جيل كابتن عصام قبل كده قال انا مبحبكش بس انت بيتكسب اه انا مقدرش مالعبكش اهو ديك قلت ما انا بقولك حتى لو مبيحبوش بس انا بقولك فهم اه فهو جي في وقت بس انا اخلي بالك انت برضه انت بتتكلمة كريم انا كنت بالعب وانا صغير فهم شوف كان معي مين في الوقت ده كبات كبار طبعا يعني الكبات كبار غير مثلا لو انا موجود ومفيش مثلا الكبات دي الموضوع عيختلف انا كان معي كابتن شو كابتن حسام وغالي كان حسام غالي رجع من الاحتراف وشوي رجع من الاحتراف ساعة جوزيه وحسام عشور وقينه وكان احمد حسن وكان هيمشي طب انت عايز ايه انا بقولك انا عايز اقولك انا انا مدرب انا برضه خبق في حيرة انا باتكلم في كده انا بص انا معنديش مشكلة ما تلعبنيش اه بس تتعامل معي ما تحطش بقى الموضوع في حتة تانية انا مقتنى بكريم هلعبك مش مقتنى بكريم خلاصة يبقى كريم يتمرن واعمل اللي عليك ولما يجي دورك هلعبك لكن ما تدخنش بقى في قصة انا باختبرك كريمة عشان اشوفها هتعمل رد فعليه طبع انت بتدينها طبيعي ان انا بقاليها رد فعلي فهم قصلي فهمت بس انت بيينتله قبل كده انت بتدين جدا كتير كنت بروح اتكلم معاه كتير يعني كذا لدرجة ان كان لعبك كبيره طول ما هتكلمش لأ طولهم لأ هتكلم معاه طبع انا لازم اعرف انت مش عايز تلعبني مش عايزني مش مقتنع بي سيبنا مشي لكن انت ما بتلعبنيش بالضبط ده اللي انا بتكلم فيه فهمت يعني فيه مدربين بياخدها وبتحصل مع لعبك كتير يعني انا مثلا انا كريم مش هلعبه بس هخلص عليه طب ليه يعني انت عايز كريم لعب ومش عايز كريم خلص خليه يجرب تجربة ده لما اشتغلت مع كابتل حسان بدل لم يكن احسن بكتير طبعا كابتل حسان عارفني انه انا صغير فهم ولعبني مع لعيبة انا كنت بلعب وكان فيه لعبة كبيرة بطاط ورجع تاني لعبت معاه يعني لعبت معاه وكنت ماشي معاه بشكل كويس فهم ما بقولكش مثلا انه اه ممكن يكون بيحبني بيقدرني عارف شهاب امكانياته عملة ازاي نفس الكلام مع اي مدرب مع اي لعب تاني كده برضه يعني فيه مدربين ممكن يبقى عارف ان كريم هو خلاص عنده قناعات يعني فيه لعبة كانت زمان قيم كابتن حسن شحاته كان فيه لعبة بياخدها لو قاعدة في البيت سنة بياخدها عشان عارف امكانياته عارف امكانياته وعارف هو ياخد منه اللي هو عايزه يزعي طب اي رأيك في المقولة اللي بتقول انه جوزيك كان مدرب كبير في النادي عشان كان معاجل بس زهب لا 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 شوف انا مكنش بلعب معايا لا هو كشخصية واللعبة دي اصلا مفيش مدرب كان يقدر يسيطر عليهم كله مدرب قبل ما يبقى فنان كويس انا شايف من وجهة نظري نفسان كويس مع لعبته عشان يقدر اللعب يطلع اللي عنده ممتاز يعني دي اهم حاجة في المدرب مش فنيا بس فنان دي اخر حاجة لان انا ممكن ابقى فنيا جامد جدا بس لعبتي مش عارف اطلع من اللي عنده فكر فكر بالزبط فلأ جوزيك كان قادر يسيطر على اللعبة دي كلها وكان قادر ان يخلي اللعبة دي كلها تدي في الملعب تدي احسن ما عنده بزبط اللعبة دي كان تنزل كريم كل مطش الناس ياللي عمليينه يعني مش ابو دريكا مسلا نجاب الصفاكس فخلاص انا يعني امتى عاصفاكس لا 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 ابو دريكا كان بيبقى نازل ملعب ما عايز اي قويس اه في لايبة كويس لا اللعبة اغلبة جدا دلوقتي 2-3 خلاص هيا بشل النهاردة انا عايز اعشرين اعايز ايشارين فهي دي المشكلة دلوقتي والسوق دلوقتي بقى مليان السوق دلوقتي بقى مليان لكن لو اللعبة دي ازا انا طول عمر اقول الكلمة دي اي اللعبة دي لو عبدالعب دلوقتي مش هتكلمه فالأرقام دي بقى عايز خزن ايوة دي خمسين مليون بقى انا عايز خمسين مليون في السنة فهي القصة زي ما اقولك نهاردة المنتخب روي في طريق اعلن قائمة المنتخب انتبعاتك عن القائمة سوا عشرين لعب بص هو فيه لعبة ظلمت بس زي ما اقولتلك لسه كنا بنكلم في حتة المدربين هي قناعات ايوة هقولك ما خدش ياسر ابراهيم ما خدش حسين الشحات ما خدش مثلا واحد زي اوفا بتاع امبي دي قناعات وهو عنده قناعات في الأول في آخر انت هتدعمه هتحزبه بعد البطولة لا و هتدعم اللعبة اللي تراحت كمان انا بقولك هتدعم كل اللي احيان الناس لما تنتقد انه ما خدش فلان او فلان انت كيكا انت بدون ما تقصد معلش انا لو انا ما كدش في الصورة والمدرب خدني اقوله لا ما تخدنيش هو لا بيخد ده صح لا واللعب نفسه لو انت حسستني انه اللي برا حسن مني انا رايح رايح البطولة و انا شايك في نفسي و انا ما عنديه السيكا في نفسي و انا خايف الناس تقوله عليا كان فلان احسن فانت خلاص بقى ما تقولش فلان احسن من فلان لا 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 بالزبط هو ليه قناعات انت قلت جملة حلوة قناعات بالزبط هي قناعات خلي بالك يعني فيه مدربين بيبقوا مقتنعين بلعبة انت انت ككريم مقتنع انه لا كريم احسن من شهاب بس هو مقتنع بشهاب انت قلت لي هو لسه احسن البدري كابتر حسن البدري كان بيلعبك وكان فيه اسماء خبرات كبيرة في نص ملعب النادي الاهلي بس هو مقتنع انه شهاب بالزبط معي ان انا اول ما طلعت ما عام كنتش بالعب بقى انا اول ما طلعت في بداياتي لما هو بعد كاس العالم ما كنتش بالعب بدأ واحدة في التانية بدأت هلعب وحطت رجلي خلاص فهي مثلا عندك احمد كوكا احمد نبيل كوكا هاي هو مكسب الفترة اللي فات في النادي الرجل قاعد ينج يعني انا بقول لك الكورة متغيراتها ليه احمد نبيل كوكا مكسب بالمناسبة انت بقى بنظلة لعب الوسط ليه شاف ان احمد نبيل كوكا العيب مهم في نص الملعب وليه مرس الكورة اعتمد عليه الفترة اللي فات انا دايما يعني العيب نادي الاهلي اللعيب نادي الزمالك اللعب الدولي تقيمه ما تقيمه ليش في الدوري ولا في كاس مصر ولا في الكلام ده قيمه في البطولات في افريقيا في مع المنتخب دا العيب دا العيب كان بيلعب على فترات هنا في الدوري لعب كاس عالم أدى بطريقة مش طبيعية طريقة لعب كبير بص لعب ما تحسش انه قول مرة يلعب ولا سنه صغير ولا الكلام ده لان هو عنده ومعاه لعيبة كبيرة أكيد بتتكلم معاه واحد زي السلية زي ما شاء الله علي مراوان اعطيه من ساعة مجيل اهلي حايل انا اصلا مكتش بشوفه كده في الاتحاد صح يعني ففيه لعيبة معاه طبعا محمد فتح قبل كده فهو الولد ما تحسش انه عنده رهبة لا ما شاء الله بيخش وبيلعب كانه موجود معهم من سنين فانا بالنسبة لي كان مكسب الفترة اللي فاتت احمد نبيل كوكا كان مكسب يروح للبطولة هو اللي بيلعب وارد جدا لان محدش مفيش واحد كان يدخالي ان احمد نبيل كوكا يتحطي اسمه في كاس العامل قد ايه لا ومحدود على مين بقى على اليو ديانج ومحدود على عامل السلية ديانج مثلا هل حد كان اتوقع ان هو هيعد لا طبعا هارجع اقولك هيدي القناعات انت كمدرب بيبقى شايف الراجل ده من ساعة ما جيه محمود حمادة معاه ممكن الناس تختلف معه على محمود حمادة فترة دي بس هو عنده قناعات بمحمود حمادة مش هستيقدر تغيرها هاله لانه في الافريقه صاحب القرار وهو اللي هيتحسب على القراره ده ولما لعب جيزو في نص الملعب في رقم 8 الناس هتقولك ليه ومش ليه وليه وراجل فتر اللي فاتت اثبت قبول جدا في المركز ده مع المنتخب مصر بالزبط يعني عندك احمد حسن كوكا مثلا ما راحش معاه منتخب خده في البطولة هتقدر تقول له احنا بنختلف مثلا تم انت ماخدتوش ماشفتوش قبل كده معاك لكن الراجل لا انا هاخده انا عايزه في وقت معي انا عايزه هاشتعل على قرات عرضية اول نهاردة في المؤتمر مثلا كان بيقولك عبدالله السعيد ده كان لاخر لحظة كان هو اللي معاي فهل مثلا معين عبدالله برضه احنا ممكن نقوله معل في الحيطة ان عبدالله اصلا اعلن اقتزله ده وليه فانت بناء علي حطيته لا مع عبدالله نفسه ترجع بعد كده وقالك انا ما عنديش من اعرجع على المنتخب او كان اعتزل ساعة كيروش لما مش كيروش قالك ما عنديش من اعرجع على المنتخب تاني او ترجع عن الاعتزال لو خدوني في قائمة يعني لو كان النهاردة اعلنهم في القائمة مكنش عبدالله سعيدة يقول له لا معلش انا ما اعتزل ده اللعيب مش هيجي يقول له لا ما تاخدنيش خدة بالزبط هي قناعات وهو صاحب القرار انت متفائل لنا في كلاس الامم حاس ان احنا هنمشي بشكل كويس انا نفس المنتخب ياخدها عشان فيه لعيبة لازم تستحق انها تنهي لان فيه لعيبة كتير هتبقى الفترة دي اخر بطولة ليه انا نفس اللعيبة دي تتوج مجهودة على التاريخ ده كله انهما ياخدوا بطولة زي دي واحنا لا احنا الفترة دي عاملين ماتشاط كويسة جيل ده جيل محترب بتمنى انهما يحققوا بطولة دي بإذن الله ان شاء الله كابرين شعب شرفت ونورت حبيبي حبيبة كريم استمتعت جدا متواجدك معنا حبيبة كريم شكرا جزيلا انا مبسوط ان انا كنت معاك يا ربي خليك نحن لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزمراء العزاء محمد ابو علي واحمد الهواري ومعهم الكثير من الكواليس المهمة خليكم اعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني من نوردي مش اصدقائي بقى حبيبي في رقم عشرة دايما محمد ابو علي واحمد الهواري ابو علي من نور الدنيا حبيبة كريم انا مبسوط ان انا موجود معاك وكل سنة طيب وكل سنة ومصر كلها بخير وربنا يا رب يجعلها سنة كده سعيدة على البلد كلها بإذن الله والصديق العزيز طبعا احمد الهواري هواري من نور الدنيا يا كريم ده نورك دايما بتشرف انا معاك وابو علي وسنة سعيدة علينا جميعا انا عشان الله كله قبل ايش انا عندي كلام كتير هقوله النهاردة الصراجل ده من اول يوم من اول يوم اقول له فتوح يا هواري يقول لي فتوح مكمل في الزمالك يا عم في اهلي يقول لي مكمل في الزمالك يا سيدي ده الزمالك عرضوا للبيع لا مكمل في الزمالك يوم اصلا اصلا يوم ما الزمالك عرض فتوح للبيع كان معايا بيقول لي ده كان فيه جلسة في نفس اليوم انه يجدد مع الزمالك طب وبرامز هيدفعه فلوس كتير الزمالك طب هيطلع يحترف الزمالك هو على ايه؟ على صرخة واحدة زمالك زمالك وقد كان فحبيت بس سدي الاحما الهواري حقه لا انا اللي عايز اشكرك يا كريم لان انت مرتين قدتني حق في غيابي ودي مش ناس كتير بتعملها او محدش بعملها اصلا وحد اوصلي ان انت كمان شكرتني او جبت سيرتي باسبوع اللي فيات وقلت اواري وقلت اديت لي حق يعني فمشكرك وبرضه ابو عالي كان معنا وقال ان اهل تراجع في الاحل ابو عالي بقى كان ماشي في قصة انه اهلي بس جي في اخر حلقة مع بعض وقال لي لا انقذ نفسه الموضوع الموضوع في الاهلي قال لي شوية والاهتمام قال لي شوية والموضوع بقى خمسين خمسين بعد ما كان قريب جدا للنادي ابو عالي يعني قال لك لا الاهل الفاتحة الاخيرة تراجع نسبيا عن هذه الصفقة او بعد عنها شوية وبقت خمسين خمسين انا فاكر صح؟ لا الله ينور حلو اوه معشان كده بيحب نيجي معاك حلو اوه انت كمان بتديني حق الراجل ده على اليوتيوب مكسر الدنيا وقال الكلمتين ده كمان انا رشيتهم منه من يوميل قبل حتى التجديد لفتوح الراجل في الحلقات اللي بيعملها على اليوتيوب بتاعه قال انه فتوح غالبا مش هيبقى موجود في النادي الاهل قبل حتى بالزمالك يعني رسميا تجديد عقد فتوح انا عايز احيي الهواري الهواري بقام انا يعني عمل شغل كويس في الصفقة دي الموضوع كان فيه شد وجذب الاهل كان في الموضوع بقوة وابتدت بعض الامور المالية يعني هيحصل فيها زي ايه لا كتير لا قليل طب هنشوف طب مش عارفين حد ما الموضوع في الزمالك بقى اكثر مرونة وابتدت اطراف من بره تخش في القصة ويعني اللي اللعب طلبه خد يمكن تسعين في المائة منه او قريب من طلباته فالهواري بحيي اه دي حيي اغلب طلباته بس مش نفس الطلبات تسعين في المائة من طلباته بالضبط حسب كلامي مع الناس وصلوا للقطة اتفاق كريم قردت فتوح ومرضية بالنسبة لإدارة زمالك خاصة مع تدخل رجال اعمال لو تفتكر احنا حتى قبل اقول تلك فيه رجل اعمال تدخل لم يصبك لا تعلي منصب داخل نجزة منك فالناس حلوا الامور وقدروا انهم اقربوا جاتوا النظر طب اولي هل انت وصلت للمعلومة اللي هي بتاعت خد كم مقدم تعاقد او يعني الفلوس اللي خدها في الاول بص مقدم تعاقد عشان اكون صريح دايما بحب ان انا المعلومة عندي بقولها ما عنديش بقول لا مقدم تعاقد لا بس اللي تقالي انه او عقده او منح الطاقد بمعنى او عقده يعتبر الصوافي 15 مليون في الثلاث سنين في السنة او يعني 15, 15, 15. وتعد الله السنة الحالية او يعني تعديل السنة الحالية عشان تدخل يعني ايه كترضية من لو انت مش هتاخد مثلا مبلغ كبير في الاول هنعدلك او هديك مثال يعني السنة الحالية مثلا باخد احسبنالك ان السنة الحالية انت بتاخد 15 من العقد الجديد فهمت يعني مثلا هو لو كان طالب حقول مجرد يعني توقع أو تحليل مش أرقام حقيقي يعني زي هواني معيش الرقم الحقيقي بس لو هو مثلا كان طالب في الأول أربعين والزمالك أقول لو أنت هتاخد منح التعاقد 20 مليون طب خليهم 30 بس هتدوم لك 20 و10 هتاخدهم في عقد التعديل مقول مثلا فقدلهم السنة الحالية في العقد القديم فوصلنا لصيرة اللي هي مش كل اللي عايزه فتوح ولا اللي يضر الزمالك بنسبة كبير مع تحمل طبعا رجال أعمال مبلغ من خارج الخزينة وده طبيعي بيحصل في كل عدية مصر من سنين السنين صح إن في رجال أعمال أنا كرجل أعمال شايف مسلا أنه ده العيب بالنسبة لي في فرقتي لايب كويس أنا عايز أديله هدية عايز أديله طردية عايز أديله منحة دي بتاعت أنا بره النادي النادي ملوش تدخل أو ملوش علاقة قائمة منتخب مصر وعنات اليوم ري في توريا وعندك فيها بعض الكواريس تحديدة على العيبة المستبعدة زي حسين الشحات وإسر إبراهيم اللي كان الناس متوقعا أنه ممكن يبقوا مودي بص يا كريم الناس شايفة أن القائمة مفاجئة لكن إحنا دايما كل قائمة قبل بطولة أو قبل معسكر أي حاجة دايما القائمة بتبقى فيها مفاجئة حتى من قبل لو كنت بكلم عن أوزميل حسام زايد قال لي إن مثلا لو تفتكر في 2010 الناس كلها هجمت كابتن حسن على جده مش بدفع عن روي فيتوريا قائمة فيها أسماء كانت تستحق لكن أريد أتكلم عن أتنين تحديدا ياسر إبراهيم وإحسين الشحات بالمناسبة أقول لك بس اسم كمان عشان تروحت لحد جده البطولة اللي فاتت الناس انتقدت كلوس كيروش عشان محمد عبد المنا وخد أفضل مدافع في البطولة بالمناسبة بالزبط فالناس تكلمت على ياسر إبراهيم وعلى حسين الشحات ما أعلموا أن ياسر إبراهيم أصلا ما كانش في النية وكان هناك مفضلة إن لو هيدخل مدافع من النادي الأهلي كان هيبقى رامي ربيعة مش ياسر إبراهيم يعني الجازر فني كان بيفكر إنه دخل رامي مايدخلش ياسر فياسر ما كانش في الحسابات أصلا فيما يخص حسين الشحات أيضا حسين الشحات الرجل النهاردة في المؤتمر فيتوريا تلع وقال إن حسين مصاب ولسه والقصة ما أنت عندك أحمد الشناوي واخده مصاب ولسه ومحمد الشناوي واخده مصاب ولسه هيتم تجهيزه وعمر كمال عبدالواحد مصاب وهيتم تجهيزه واحمد حجازي رجع من صابة كبيرة بس على الأقل لعب فأنت عندك أكتر من لعيب موقفه المشابه لموقف حسين لكن أنا ما أعلمه إنه هو برضو حسين ما كانش في الحسابات بعيد عن الإصابة مش عايز أقولها بس هقولها فيه ناس جوه الجهاز الفني المنتخب مصر بيشوفوا حسين الشحات مش لعب دولي لعب كويس بس مش لعب دولي أسلوبه طريقته مش مع منتخب مصر أقولك الخلاصة في دي بصراحة أنا أولا موضوع الإصابة أنا عرفت النهاردة أن حسين الشحات لما شافت قايمة زائل جدا وحزن جدا وحسين الشحات حسب الجهاز الطبي فقال له أنت هتغيب إسبوع فإسبوع دي مش هتبعدوش أبدا زي عمر كمال عشر تيام زي ياسر بردو بس فيه نقطة فنية هي سهلة جدا بصراحة حسين الشحات الفاتر الخير دي كلها بيلعب جناح شمال تمام؟ هو بياخد تقريب الاتنين في كل مركز روي فيتوري فنحية الشمال أنا عندي عمر مرموش ومحمود تريزيجي تمام ونحية اليمين فيه محمد صلاح وممكن تحط عليه زيزو وين كان بيلعب تمانية ومعه مستوى فاتح فمستوى فاتح ده البروفايل القريب من محمد صلاح عشان بيلعب بإجراء الشمال فأنا خلاص أنا اللي على اليمين مستوى فاتحي ومعه محمد صلاح وزيزو لعا الشمال فيه تريزيجي وفيه عمر مرموش فأكيد هو كان خيار ثالث يعني مثلا لو ما فيش تريزيجي أو ما فيش مرموش كان ممكن تشوف حسين الشحات مصر يا دي النقطة الفنية اللي انت بتتكلم فيها ومنطقية ومنطقية طبعا منطقية على تحديل القائمة وكانت واضحة أنا حتى قبلها بيوم اللي هو مبارح طلعت وقلت يا جماعة ما فيش حسين الشحات وكانت منتخب مصر من مبارح يعني هي أن هي كانت موجودة عند الراجل واخد قرار فيما يخص حسين الشحات تحديدا وفيما يخص ياسر يعني هو الراجل كان واخد قراره الخلافات أو اللي أخر النهاردة أعلان القائمة كريم أنه هو كان محتارش وقايف بعض المراكز زي أحرصت المرمى المراكز تانية هي اللي كان فيها بالنسبة له خلاف خط الدفاع الخط النص لكن فيه العيبة هو كان حاسم الاختيار تماما باستبعاده أنا كنت عايز مراجع في قائمة المنتخب بس ليه لأسف لأسف الوقت بيجري وفيه حاجات أهم جدا في العناويل أنت كتبها لدي تمام وسام بن علي رائع جدا عايز أعرف الكواليس إيه ونفس الأمر أو يعني استكمالا لهذا الأمر صفقة عمر كمان عبدالواحد وقفة فينا تمام وسام بن علي واحد من اللعيبة اللي تعرضوا على إقدارة التعقدات في النادي الأهلي وشركة الكرة وتحولت لإقدارة السكاوت عشان ديدرسوا اللاعب والبروفيل بتاعه وأرقامه وعمل إيه فلقوا بروفيل اللعيب كويس جدا حتى في انتقالاته في مسيرته في الدنمارك أو السويد فالتاني الناس تعرض الموضوع على مرسيل كولر الرجل اقتنع باللاعب وشايفه من اللعيبة المميزة وقال لهم أنا عايز اللعيد ابتدى النادي الأهلي يتكلم مع وكيل الولد إحنا عايزينه والولد عنده رغبة وقال أنا حبيب أن أكون موجود مع النادي الأهلي واتفقوا معه على مبلغ مال معين اللعب ما عنده مشكلة فيه خالص فابتدى النادي الأهلي يتكلم مع النادي السويدي وعرض نحن نرى الآن أرقامه أرقامه عظيمة جدا بالضبط ابتدى النادي الأهلي يتكلم مع النادي السويدي وحط أوفر معين بمبلغ مالي النادي السويدي يعني ما عرفش بقى ده قدر الأهلي ولا إيه اللي بيحصل بالضبط فطلبوا فلوس أكتر ويعني قريب المبلغ اللي سمعت إن هم طلبينه ما يقرب من مليون وثنمئة ألف دولار لتنين مليون حاجة زي كده فطبعا في الأمور التفاوضية دي إن نبتدى النادي الأهلي يطلب لا إحنا هندفع لحد كذا مثلا النادي يقول له لا إحنا عايزين كذا فالقصة دلوقتي نقدر تقول لو اتحسمت بين النادي الأهلي والنادي السويدي اللعب يبقى في النادي الأهلي وما فيش مشكلة خالص وممكن خلال وقت قليل اللعب موجود في النادي الأهلي خاصة ندارة الكرة في النادي الأهلي مختنعة به مرسيل كرة نفسه جازل معه نقشاده به واللعب كبروفايل الأهلي محتاجه فعلا اللعب رقم تسعة المحطة الهيدرز كويس كورته على الأرض كويسة موازم عدافه كمان من داخل منطقة الجزائر بالضبط تمركزه جوه السندوق هايل وده اللي بيدور عليه مرسيل كولر وعلى أساسه اختار مودست فاللعب بنسبة كبيرة قريب من النادي الأهلي لحد الاتفاق بين النادي الأهلي والنادي السويدي ومعلوماته إنه هيتم عمر كمال عمر كمال موضوعه محسوم في النادي الأهلي والقصة خلصانة دلوقتي فيه التفاوض أو القصة بتاعته وقفة على لعيبة والقصة مش في صلاح محسن بس مودرن فيوتشر طلب من النادي الأهلي أكتر من اسم منهم كريم ندفد منهم أحمد عبدالقادر منهم صلاح محسن منهم واحد من اللعيبة الفزة ونسف تيكر الاسم ده كويس أحمد خالد كباق واحد من اللعيبة المميزة جدا الكابتن علامة يهوب والمدير الفني البرتغالي مقتنعين بي جدا وشايفينه بورفايل يعيب في نص الملعب هايل فالأسماء دي كلها معروضة المفروض الأهلي ينصق بقى ويشوف الأسماء دي مين منهم موافع يبقى موجود في أو ينتقل فيوتشر في صفقة عمر كمال وأول ما يحسموا موقف الأسماء دي في خلال حاجات بسيطة يتم الإعلان عن الصفقة اللي كانت متأجلة لما بعد السوبر خوفا من اللي حصر بالفعل أن الأهلي واجه فيوتشر ويبقى فيه زي يعني يعني لو أعلنوا قبليها أو دخلوا مفاوضات قبليها وأرجاءوا الموضوع لبعض السوبر عشان لو الفريتين لعبوا بعض ما يبقاش فيه إحراج لعمر كمال اللي بظروفها برضو تصاب ورجع وإصابته أثبت أنه بحتاج عشر تيام راحل عظيم عند الحياة نعمر كمال عبد الوحيد ويهل زمالك؟ لا هي لسه الصفقة زي ما هي كريم رايحة جاية شوية زمالك عن طريق اللعب فقط الأهلي مع مودرن فيوتشر زي ما أبو علي قال اللي كان موقف الموضوع من مودرن فيوتشر هي قصة اللعيبة المعلومة اللي عندي فإن مودرن فيوتشر خفض مدة الإعارة اللي كان طالبها في اللعيبة اللي هيخدها من نادي الأهلي كان طالب إن اللعيبة تيجي سنتين فمودرن فيوتشر قال للمدة الإعارة دي لسنة ونص لكن النادي الأهلي بيحاول إن هو يخلص الموضوع مودرن فيوتشر على حسب الكلام اللي تقل إن الموضوع المفروض يخرز خلال كم يوم الجايين دول قبل ما عمر يسافر مع منتخب مصر لكاس الأمم شو ألين مكتبطين ببعض مات يرفع الزمالك إقافي الكيد ومين الأسماء الأجانب تحديداً للزمالك بيفكر فيهم في ينايل لو تم رفع إقافي الكيد طيب بص موضوع رفع إقافي الكيد من أول يوم إحنا بنتكلم إن الزمالك بيتحرق فيه وحتى في الوقت اللي ناس كتير قد بتطلع تقول إن الزمالك مش هيفكر الكيد قلت بقول لك إيه إننا الشغالة في النادي القصة كريم إنه هما كل ما بيحاول إننا حل قضية بيطلع لي قضية تانية هما بدأوا خدوا الهرم من تحت كده خليني إيه يعني أخذ القضايا بالتدريج كده أو ليع العقود الأوليلة أو الغرمات الأوليلة فاشتغل على ده غرمت نضاي غرمت سامسون فيه كمان شرط جزائي في قصة تأخير القصة بتاع النادي كراكاس الفنزويلي 30 ألف دولار فبيحاولوا يخلصوا اللي هي الأرقام الأوليلة 10 ألف دولار ليه عشان أحاول إن أنا أخلص القضية دي لأن كل قضية أنت لازم تبعت للفيفا تقول لنا خلصت القضية هي وتمام فارفع لي في القصة دي يعني رفع لي في القصة دي فشغالين على الملف ده كنت قلت لك في الحلقة اللي فاتت إن ديل اللي هيتعمل مع سبورت انجليش بونا إنه يوصل لي حوالي مليون دولار يدفعوا والقصة التانية يدفع بعد ستة شهور ده اللي هم شغالين عليه لكن منتظرين الرد من نادي سبورت انجليش بونا لكن شغالين عليه كريم لأن المبالغ كبيرة جدا أنت بتتكلم الرقم اللي الزمالك محتاجه فعليا بالورقة والقلم كده عشان يرفع إقافوا الكيد توتل 2 مليون 47 ألف دولار المصري يعملوا كتير يعملوا كتير وبالمصري يعني عشان توفر الرقم 70 مليون جنيه على الأقل ده لو أنت عرفت كمان تخلص إيهاتي عشان توفر كمان فهم كمان الإدارة حاسب حاجة إنهم عايزين بدل ما أدفع المبلغ ده كله وحاول مثلا أدفع نصه عشان إن أنا أتحرك في مدرب أجنبي أتحرك في صفقات فبيشوفوا أقل مبلغ أقدر أدفعه عشان أحاول أوفر مين يعيب أجانب في السورة في ندي الزمالك؟ أسماء لحد دلوقتي على الترابيزة مفيش لكن مراكز أقدر أقول لك مهاجم أفريج تركيز الزمالك في ضم مهاجم أفريج نارده كان خرج كلامه كريم وكان خرج قبل كده أن الزمالك بيتكلم مع هولو اللعيب بتاع نادي الرجاء إلا فاسح عادل ده مش مظبوط تماما مش في حسابات الزمالك اتعرض زي مليون لعيب اتعرض على دارة نادي الزمالك زي مليون مدرب اتعرض على نادي الزمالك لكن الزمالك تفكيره الوحيد في قصة التدعيم هي مهاجم أفريجي خاصة أن الزمالك كمان عايز يخرج سامسون ونضاي لأن نضاي عقده كريم مليون دولار فانت رقم كبير جدا أن أنت بتدفع كل سنة لنضاي مليون دولار رقم ضخم بتكلم في 50 مليون جنيه فرقم هما بيحاولوا يتخلصوا من سامسون ويتخلصوا من نضاي لكن التفكير أن أنا أجيب مهاجم أفريجي لو قدرت أن أنا أطلع سامسون ونضاي يبقى أجيب العيبة تانية في مراكز تانية لأن محتمل أن النضاي يطلع للبنك الأهلي ده معلومة جديدة في مفاوضات ما بين الزمالك وما بين نادي البنك الأهلي على إبراهيم النضاي لكن المشكلة تنادي البنك الأهلي أنها عققة بالضبط فبيحاولوا وكمان هيدفع للزمالك مبلغ شراء 200 ألف دولار واللعيب نفسه رافض لأن فيه جاب كبير ما بين مرتبه في الزمالك وأي رقم هيدفع للبنك الأهلي فلسه الديل بيحاولوا يتمموه لو تم وخرج هيفضي مكان فالزمالك يبدأ يفكر لكن المكان الوحيد اللي فاضي مهاجم أفريقيا طيب عايز أسألك كمان يا أبو علي على يناير بالنسبة للنادي الأهلي طلبات مرسل كولر وموقف مودست هل مودست نكامل مع النادي الأهلي ولا هيمشي هو كولر مقتنع بمودست وشايفه العيب كويس لكن مش محظوظ حسب وجهة نظره أنه جهه وتصاب وبعد كده كان هيشاركه في كاس العالم فاتطرد فلحد الوقت الراجل كلامه مع دارة الكورة في النادي الأهلي إن أنا لو مفيش مهاجم قوي أو حد يعني تقدر يتوفره لي بإمكانيات معينة مودست نكمل معي لو في حد بإمكانيات قوية أو حد بموصفات اللعيب اللي هو برضو اللي بنتكلم عليه تسعى ويكون مهاجم محطة وإمكانياته كويسة أنا ما عنديش مشكلة لكن الأقرب لحد الوقت خاصة بعد الهدف اللي أحرزه مودست فيه بمبراطة السوبر أمان فيوتشر إن مودست نكمل مع النادي الأهلي لو زي ما قلت لك يعني ما جابوش لعيب بإمكانيات اللي طالبها مرسيل كولر ويمكن دلوقتي ابتدى الكلام يحصل على سوزة اللي بقى أفري دلوقتي مع فرقيته اللعب ببرازيلي وجالي كلام إن الزمالك برضو مهتم باللاعب خاصة إنه فريقة ولعيب إمكانيته أنا أمر أسمع إنه الزمالك كمان مهتم بشكل جالي كلام إنه الزمالك مهتم بخاصة اللعب بأفريق ويتعرف خلاص في السوق المصري والناس تكلم عنه إنه هو اللعيب كويس والأهلي كان عنده رغبة في ضمه فلو الأهلي قدر يقنع مرسيل كولر بيه ممكن مودست ما يكملش وكان لقرب لحد الوقت وأنا بكلمك وحسب كلام الراجل إنه مودست يكمل مع الفريق مين تاني ممكن نشوف في الألف يناير الراجل طلب يمكن تدعيم الجبهة اليسرى بحد من اللعيبة المصريين وقال لو حصل وجبنا حد في جبهة اليسرى ممكن نخرج خالد عبد الفتاح على سبيل الأعرق أو البيع ما عنده مشكلة لأنه بيسن مع كريمي دبيس وعلي معلول طلب حد في مركز مين مصري يجي السر دباك ممكن الأقرب لحد الوقت أو ممكن اللي ظهر شوية في الصورة محمد شوكري خاصة بعد تجديد أو محمد حمدي إمبي لكن بعد تجديد فتوح وتجديد محمد حمدي بيرامدز الدنيا تحصرت كلها ممكن في محمد شوكري ومحمد حمدي إمبي وما تعرفش المهم مشكلة الرجل طلب برضو مع وسام أبو علي وكهربا ومودست ضرورة التعاقد مع مهاجم مصري والكلام هنا رايح بين أوفة لعب إمبي ومروان حمدي لعب المصري فلحد دلوقتي برضو موضوع ما تحسن شوية المفروض أن خلال الفترة الجاية الرجل طلق قواعد بإنهاء صفقة من الاتنين يبقى موجود في الناد الأهلي وعلى فكرة مقتنع جدا بإمكانيات أوفة وشايفهم هاجم كويس وطلب إدارة الأهلي ضرورة التعاقد معاه أو لو ما حصلش بسبب إمبي ومغالاتهم المالية وكلام ده يبقى التعاقد مع مروان حمدي اللي حسب معلومات المصر لسه عرضوا للبيع ما عرضوا للبيع فهم الوقت فيه قرار النهائي بالظبط مش عاسته على سألت أكثر من حد في المصري قال لي قرار النهائي يعني ما فيش راجع مثلا موقف فتوح في الزمالك إنه ممكن يعتذر فاتق يرجع لأ هم وقتين قرار النهائي يعني في قصة مران حمدي طيب بالظبط هوا لي زمالك عنده ملفات تجديد أخرى ما زالت مفتوحة بجانب فتوح لسه محمد صبحي وقال محمد صبحي يبقى نفس السيناريو بتاع فتوحي يعني لو اعتذر يتجدد له وخلاص والأمور تخلص وقالا شكبالا وأوباما موقفهم إيه من التجديد دول أبرز لعيبة عودة بتنتهي يعني في لعيبة تانية لكن دول الأبرز يعني محمد صبحي الكلام كله كريم الفترة اللي فاتت عنه هو هيطلع في صفقة تبادلية وممكن يروح بيرومتز وكده لكن الأمور تغير جوا ناتز مالك تفكير ناتز مالك دلوقتي هي التجديد لمحمد صبحي والإبقاء علي لكن في صعوبة شوية أن الموضوع ده يخلص قبل صفر صبحي مع المنتخب لكوتوفور يعني لسه كنت بتكلم مع أحد مسؤولي ناتز مالك قال لي لا ممكن ما نلحقش قبل كاس الأمم لكن احنا هنشتغل على موضوع التجديد وجهة نظر الزمالك إيه في تجديد محمد صبحي إن أنا مروح كعنادي أروح أجيب لعيب أو أجيب حرس مرمى سي زي ما تقالي البلعوتي مثلا من إنبي نديم مش هيطلب أقل حاجة 20 مليون جنيه وهتدفع للعب مثلا راتب سنوي 8 مليون جنيه فأنت بتتكلم أول سنة 8 مليون جنيه أنا مش عارف مش عارف إزاي الناس بتقطع في محمد صبحي أو الناس شايفة إن صبحي مش جون كبير والله ما عشان حاجة خلص يعني أنا شايف إن صبحي واحد من أفضل حراس المرمى جديد في مصر أصلي صبحي مستواه أصلي صبحي أخفق أصلي صبحي بيخش في جوان غريب أجماعة أنا على فكرة رأي من رأيك وأعتقد هواي رأيه بالرأي أنا وأعتقد كوايق نارد الزمالك شايفة كده الزمالك لو مجندتش لصبحي أنا أنت فاكر لما كنا عدين هنا أترك صبحي وفتوح في المنتخب وقلت لي لا ده فيه كذا والراجل طلبوا تلك الكلام ده ما حصلتش كان معاه برضو الهواري المدرب البرتغالي مدرب حراس المرمى اللي موجود في منتخب مصر بيتكلم عن صبحي إن إمكانياته تأهلوا إن يبقى حارس أساسي منتخب مصر ومدرب البرتغالي سواء كيروش أبلي كده مع منتخب مصر أو فيتوريا الاتنين كانوا بيصروا إن هم يدوموا محمد صبحي محمد صبحي حارس كده وإذا مالك عارف كده مفيش دفاع صبحي كان بيبقى بيرقى بالمدافعين اللي قدامه لكن سريعا في حتة التجديد اعتبرهم دول جددوا وصبحي عنده الرغبة إنه يبقى في نجزة مالك وشكبال أباما خلاص جددوا اعتبرهم جددوا اعتقد سنة اعتقد سنة ممكن سنة وبابندق ده في موسم تاني لكن اعتبرهم جددوا ومحمد صبحي رغبته الاستمرار في نجزة مالك ونجزة مالك عنده الرغبة إنه هو يجدد لمحمد صبحي مناسبة بسرعة كده مصطفى الزناري محاجح بيه لا هو بيتبيع ولا هو بيتصالح ولا هو بيه ولا اي حاجة بص هي اللعيبة خصتها خلصتها كريم القصة متاعت اللعيبة قدوا شهر الاقاف ونزلوا التدريبات والموضوعين لأ دي مزالي لسه بعوضها للبيع يعني فتوح خلاص لكن القصة يعني القصة هو حتى الآن مصطفى الزناري آه في أن ده بتكلمه لكن ما فيش عرض الجيل نادي زمالك عقده مستمر وبالتالي النادي لسه ما حسامش مصيره وما خدش يعني المباراة اللي جاية بعد يناير مثلا مصطفى الزناري ماتبعش هيلعب مع نادي الزمالك عادي؟ بص كل دي هتبقى حاجات متوقفة ومرتبطة بقصة الكيد فتحت الكيد جدا مناتع فطلعه ملعب غريب فالجهاز الفني محتاجه فأفضل يعني هي القصة هتبقى مرتبطة الزناري كان مكسر الدنيا مع كابتر عاشي وحرص الحدود وعمل شغل يعني والناس كلها كان معارم الجيش لحرص الحدود وفترة من الفترات الاهل فكر فيه وكان من أفضل السردباجات الموجودة في مصر يقوم الزناري يروح يروح بلد يلعب كرة خماسي وهو بيلعب كرة خماسي مع زميل ويجيله صليبي فبرامس كان عايزه والاهل كان عايزه ومستوى بينزل مثلا 50% على مستوى الحقيقي يعني هو مجابش نص مستوى مع الزمالك ورباط صليبي كان قصر عليه فترة يروح الزمالك ويعمل الموقف الذي حصل واللعب تعيس بكاتش هاني والسولاية موقفهم من التجديد؟ هاني بنسبة كبيرة عشان وقتك يعني ووقت الناس هاني بنسبة كبيرة عشان وقتك يعني ووقت الناس هاني بنسبة كبيرة عشان موضوع خلصان وممكن كان مخلص كل حاجة مع العالي كان وقف على أمور مالية كده وبنسبة كبيرة تتخطى 99% هاني مكمل وكلر مختنع بجده معلول فرصه زادت بشكل كبير قوي وكان كلر شايف انه يتم التجديد ليه خاصة بعد إقاف صفقة فتوحة وتجديده للزمالك فمعلول نقدر نقول برضه بنسبة كبيرة من الورد انه هو يجدد لكن السولاية لسه الأمر ما تحسبش السولاية لعب كبير إدارة النادر أعلي شايفة انه يكمل مع الفريق وموجود واحد من كبات الفرقة مع الشناوي فكلر لسه عنده يعني بعض التحافظات او ما فتحش ملف السولاية في الوقت الحالي لكن الأقرب للتجديد هاني وعلي معلول عظيم جدا دلوقتي انا بنسى بنسى الغربات تاعة الكهرباء احنا فين بقى فيها ماشا أبو علي برضو بصول المحامي بتاع كهرباء شاطر بسرعة الراجل عارف ان الفيفا انت عارف من 27 دنيا كلها و 26 دنيا كلها بتقف في أوروبا فالراجل راح طلب انه يعمل جلسة و 25 فطبعا الجلسة وبتاعه وبعد كده خلاص أجازات فمعاك بقى النص يناير معاك الناس ترجع تاني ويبتدي يفكر في القصة فجلسة في نص يناير دي هيطلب فيها منحه مهلة للسداد لمدة سنة عشان يوفر الفلوس وعشان اللاعب وظروفه الفرق والعمل يعني الكلام كتير كده هم قدمه فهو بيلعب على طول ايه مد الفترة اللي عنده ممكن حد يقول حاجة سريعا يقولك ايه طب ما كل دي فوايد بتعد هنقولك المبلغ بالكامل موجود في البنك وانا قطير الكلام ده كريم من فترة باسم اللاعب وباسم النادي الاهل حساب مشترك وموجود وبيزيد مع الوقت فهم عندوش مشكلة خالص في ان المبلغ حتى يزيد الحل الوده كريم كهرباء شغالة على الحل الوده حصل تفاوض من فترة مع النادي الزمالك عشان يحلوا الموضوع ودي كهرباء كان عايز يدفع المبلغ بالدولار بس من غير الفوايد الزمالك رفض العرض ده محتمل ان احد الوسطاء يتدخل ويحاول يقرب وجهة النظر ان كهرباء يدفع المبلغ بالجنيه المصري انت كنت انفرطت بالخبر ده انا شفته تحية لكم الفريد اعداد ده عرض محتمل ان يتم احد الوسطاء يعرض على النادي الزمالك لكن النادي الزمالك الاعرب ان يرفض العرض ده انا بقى معي 30 ثانية وعايز اسألك سؤال وتجوابني بقى او لا اشرف بنشاري ممكن ان يوجع الزمالك اه ممكن بس حتى الان مفيش مفاوضات والقصة ما فياش حاجة على ارض الواقع حتى الان ممكن عشان هو مطروح دائما على طاولة المفاوضات لعب كويس هل انت لو ما سنوش هجيبه طبيعي هتجيبه لكن في الاخر احنا بنتكلم عن الموجود على الارض الواقع هل حصل تفاوض معا ما حصلش تفاوض ده على لسان وكيله عظيم هولي شرفت ونوارت حبيبا كيبا انا بشكرك شكرا جزيلا اتشرف بيك دائما ابو عالي نوارت الدول حبيبا كريم ده كان اختار حليتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على بك